احبانا المشاهدين اسعد الله مساءكم بكل الخير واهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد وبرنامجنا برنامج المصروية خيمة التالتة طوال شهر رمضان الكريم واللي بنقدمها لكم من جامعة عين شمس تالت اقدم جامعة في جمهورية مصر العربية ومن امام اصل الزعفران اللي سمي بهذا الاسم نظرا لبناءه في منطقة كانت مشهورة بزراعة الزعفران الحقيقة لو اتكلمنا عن جامعة عين شمس بنقول ان كان تأسسها عام الف تسعمية وخمسين واحنا طوال شهر رمضان كنا معاكم من هذه الجامعة العريقة الجميلة بكل ما فيها من اثار وبكل ما فيها من كليات الحقيقة بتجمع ما بين العلم والجمال في نفس الوقت النهاردة واحنا في ليلة تسعة وعشرين رمضان بنقول لكم كل سنة وانطيبين ايام قليلة وانا احتفل جميعا بعيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير كل سنة وانت طيبة عبير وكل سنة وضفنا اللي مشرفنا النهاردة بكل خير وسعادة وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا بإذن الله وانت طيبة يا اماني وكل المشاهدين طيبين وليلة ورليلة وسهرة رمضانية بنسعد بتواصل معاكم على مدار شهر رمضان الكريم وكل سنة وحضراتكم ايضا طيبين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك واحنا بنودع هذا الشهر الفضيل شهر رمضان معانا قيمة وقامة ومعلم اجيال حقيقة من ابناء جامعة عين شمس له بصبات وله تاريخ في مجال تخصصه الاكاديمي والعملي اسمحولي ارحب الدكتور عيمن صالح استاذ القلب بطب عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث اهلا بك دكتور عيمن وكل سنة وحضرتك طيب ومنوارنا النهاردة في المصروية اهلا بحضرتك وسعيدة بما حضراتكم وكل سنة واستاذ المشاهدين كلهم بألف صحة وسلامة اه يعني بنقول لحقيقة اه استاذ قلب هنتكلم عن هذا التخصص المهم جدا في حياتنا كلنا ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث تحب تتكلم عن اين الاول خلينا نبتزي بالقلب يا عبير بما ان احنا دخلين على شهر على العيد عيد الفطر المبارك وطبعا عشان يمكن في بعض الناس بتكون مصاوة بالقلب وحتنتقل بقى من رمضان للعيد فبيهمنا ان احنا نعرف او نديهم بعض النصائح كده في بداية حلقتنا النهاردة ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ما تخفق ما تقطروش من الكحك في العيد طبعا هو يعني طبعا الصيام نفسه مش ممنوع لمرضى القلب او معظمهم مع عدل عنده جلطات حدة في القلب هو ده الممنوع او اللي هو بياخده كتير بحيث ان هو مش قادر يصوم ومحتاج يشرب سوائل ده بالنسبة للصيام بالنسبة للإفطار هو الانسان عموما بيبقى جسمه تأقلم انه بيأكل فوقت معين وجسمه او جهاز الهضم بيستريح ساعات معينة فلم ييجي يفطر بيغير النظام اللي هو جسمه تعود عليه فيجب ان هو يعمل هذا التغيير يعني ما يرجعش مرة واحدة يأكل ثلاثة وجبات كاملين ويملق بطنه ويأكل الحاجات الحلوة بقى والكحك وحاجات التانية فهي النصيحة لكل الناس وان هو عنده القلب ولا ما عندهش قلب ان هو يعرف ان هو كان جسمه تعود على حاجة فلازم بالتدريج يبتدي يعوده على حاجة تانية بالضبط فبر واحدة واحدة ما تملاش بطنك مرضى القلب بالذات مشكلة لما بيملق بطنهم بالنسبة للمريض القلب أكنه جري فبالتالي هو يأثر على التنفس عنده يا دكتور كمانش بس التنفس هو بيخلي دربات قلب تزيد فده بالنسبة للمريض القلب أكنه جري أكنه بعمل مجهود عمل مجهود كبير فهو طبعا مريض القلب الزات النصيحة الأساسية ما تملاش بطنك طيب دايما بيقولوا مرضى القلب خصوصا اللي هم يعني مرضى قلب بقى لهم فترات طويلة يفضل أن في شهر رمضان الكريم يشربوا كمية سوائل أكتر من المعتاد اللي بيشربها الإنسان العادي هل الكلام ده مظبوط؟ لا ما يدرش نعمم الكلام ده فقط يعني فيه مرضى بننصحهم النصيحة دي زي اللي ما يكون واحد عنده تاريخ مرضى لجلطات أيوة في الأوريدة أو الشرين طبعا نحب بيجسمه فيه سوائل كافية فبيعوض طبعا لهو عنده جلطة حادة في الأوريدة أو الشرين أصلا ما يصومش يعني مفروض مريض القلب ما يصومش مريض الجلطة الحادة الجلطة حادة إنما اللي عنده تاريخ مرضين ومن سنتين ثلاثة جاله جلطة وخلاص وتعالجت وراحت لا يقدر يصوم بس في فترات الإفطار يعود السوائل إنما الجلطات الحادة هي لم ينفعش يصوم دكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وإحنا بقى منتكلم عن الدراسات العليا والبحوث ويمكن هذا القسم واحد من أهم الأقسام في الجامعة طبعا لما بنبتدي ندخل بقى على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه عايزين بقى نتكلم عن هذا القسم وأهمية هذا القسم والبحوث التي تقدم وهل فيه اتجاه معين للبحوث التي تقدم في جامعة عن شمس في السنوات الأخيرة؟ هو طبعا العالم كله دلوقتي بقى بيعتمد على المعرفة بالضبط يعني بقى الدول التي سبقتنا اقتصاديا هي اقتصادها قائم على المعرفة وأصبح بيسموه يعني عامل المعرفة مش مهم هو تخصصه إيه؟ إنما مهم أن يكون عنده معرفة بتخصصه بدرجة تتماشى مع الزمن اللي إحنا فيه فإذا المعرفة ده أساس لتقدم الاقتصادي والعسكري وكل شيء لذلك الاهتمامات تعد جامعة عن شمس فيه السنوات بتحديدا السنة الفاتمة فيه خطة استراتيجية للأبحاث بغض النظر هي ماجستير أو دكتوراه أو حتى للبحثين بره الماجستير ودكتوراه هي متحددة فيه أو فيه أولويات أولا بناسبة الكورونا فهو للتنبؤ بالأوبئة تشخيص الأمراض المعادية وعلاجها اكتشاف أدوية جديدة تواجه الأوبئة والأمراض المعادية مشاكل المياه الاكتفاء الزاتي بالغذاء الاكتفاء الزاتي بالدواء الأمن السبراني وأخيرا وليس أخيرا الزيادة السكنية فدي النقاط الاستراتيجية بتاعت جامعة عن شمس في الأبحاث أو دي الأولويات يعني كل الموضوعات اللي بتعتبر لها أهمية خاصة لنا كمصر وجل العالم أجمع في الفترة الأخيرة أي فهم يعني هي فعلا قضايا وموضوعات العالم كله بيهتم بيها يا دكتور أيمن طيب الحقيقة إحنا زيما حضرتك قلت أي دولة بتعتمد على العلم للتقدم يعني طالما في معرفة وفي علم بتقدر تتقدم في كل المجالات وتثبت وجودها إحنا عندنا طبعا أكاديمية البحث العلمي وحضرتك طبعا نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأكيد بتقدم أبحاث واختراعات كثيرة جدا من أبناء جامعة عين شمس بتكون مفيدة ومهمة للوطن وللمجتمع إزاي بيتم تحويل هذه الأبحاث والاختراعات من على الورق من الجانب النظري للجانب التنفيذي أو التطبيقي على أرض الواقع بحيث أنها تكون واقعية ويستفيد منها المجتمع في أي مجال هو البحث العلمي أموما لازم فيه حرية يعني كل من يريد أن يبحث في شيء يبحث ولكن الأولوية تكون الأبحاث المرتبطة بالمجتمع واحتياجاته أكيد سواء احتياجاته في الصناعة أو الاقتصاد أو الزراع وعشان كده احنا قلنا الأولوية لما نقول الأولوية في الخطة يعني هو ده اللي هنساعده أكتر إنما مش هنمنع أي حد يبحث في أي حاجة إحنا آليات تحويل حالك تسألت سواء المحدد إزاي أن الأبحاث اللي بتجرى يبقى تتحول إلى تطبيقية تطبيقية وتعني في زي فالأولوية هي للأبحاث تطبيقية الأولوية في التمويل في التكريم في حاجة تيرة إنما كمان احنا عندنا في مركز للابتكار والإبداع لجامعة عين شمس وهو ده يعني ما كانش أول فهو من أوائل المراكز من هذه الأراضي الشاكلة في الجامعات الحكومية وده دوره الحاجة بتسألي عليه ده هو دوره أنه ده له يعني ممثلين أو منصقين في كل الكليات لجامعة عين شمس دورهم أنه هم يلقطوا لو صح التعبير أي فكرة أو أي بحث يساعده الباحث أو صاحب الفكرة إزاي يطور فكرته بالتدريج إلى حاجة مثل بروتوتيب مثال أو مثال للفكرة التطبيقي ثم حاجة اسمها حاضنة يحتضنوا هذه الفكرة وهذا المثال أو البروتوتيب بحيث بالتدريج يحاول يوصلوه إلى منتج ولو ينفع يتحول إلى شركة فده فكر نسبيا جديد في مصر وده دور المركز ابتكار والبداية أنه هو قائم عليه متخصصين أسازة في الهندسة في متخصص مختلفة طيب دكتور عيما يعني لحضرتك بتقوله كلام جميل جدا ويمكن ده بيتطرق لنفس الجزئيل لحضرتك بتقولها وهو احتضان الأفكار الجديدة اللي فعلا ممكن تنفيذها وتطبيقها على الأرض الواقع لكن دايما بتقف فيه مشكلة التمويل إزاي بيتم تمويل هذه المشروعات اللي ممكن تنفيذها وبيتكون فعلا المجتمع محتاجها هو تمويل المشروعات البحثية أو الأبحاث لحا اتكلم على جامعة إن شمس فيه جزء من الجامعة نفسها وفيه جزء تاني بيبقى فيه عندنا في مصر الوقت يحجم هم جدا اسمها الهيئة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الهيئة دي هي دلوقتي بقت الدعم الأول البحث العلمي والمشروعات البحثية هي دي تمثل خمسة وستين في المية من تمويل المشروعات البحثية لجامعة إن شمس بعدها على طول في الترتيب أكتبية البحث العلمي بعدها جهات أجنبية يعني فيه جهات مانحة متحد الأوروبي وحاجات تانية بيماول بس الغالبية يعني خمسة وسبعين لتمانين في المية هو تمويل محلي رائع فيه جزء تاني مهمة قوي نذكره أستاذ المشاهدين هو المجتمع المدني المصري ده مهم جدا مركز ابتكار الابداع لما بيبقى فيه فكرة وهو دوره إن طول السنة طول السنة يبحث عن الأفكار بيحاول يلف عندنا 19 كلية ومعهد بيبقى من خلال منصقين وفي الكليات يجيب يلقط الأفكار مستكشف مستكشف ودوره ياخد بيده طب خد بإيدهم قربنا محتاجين نصرف على البحث أيو أو على الفكرة يبقى له شريك من المجتمع المدني قد يكون شركة يعني أنا بتكلم مثلا من ضمن المشروعات كان فيه مشروعات بحسية عن السيارات ذاتية القيادة طب مين اللي يمويلها فمثلا إحدى الشركات الكبيرة في مجال السيارات هي اللي صرفت على هذا المشروع واتحول الموضوع أيضا فيه مثلا رالي شتارات كهربائية مين بيمويلها جهات متعددة جزء منها مجتمع المدني كل سنة بيتعمل رالي مسابقة كدعاية دعاية إنما اللي بيدفع أو بيدعم الظاهير في الجزء ده هي شركات ذات العلاقة قد يكون منتج أو فكرة في مجال الزراع فالشركات الزراعية كويس قوي تتدعم فده أيضا مصدر آخر لتمويل المشروعات ومصدر مهم جدا أكيد وكمان فيه في جامعة عين شمس فيه عدة مراكز فمنها مركز للتوظيف ومركز للتدريب ومركز للإبتكار والإبداع فإحنا تكلمنا عن مركز الإبتكار والإبداع خلينا نتكلم عن التوظيف والتدريب وما تقدمه هذه المراكز للطلبة وفي جامعة عين شمس بالتحديد هبتدي من التوظيف حيث ذكرت بالترتيب إلى التوظيف إحنا عندنا مركز التوظيف وقايم عليه شباب عضاه التدريس وهم ليهم خبرة وليهم دراسة يعني قد يكون أستاذ هندسة ولكن هو له دراسات في مجال التوظيف فهو بيفهم في الاتنين الدور مركز التوظيف ده أولا بيوفر فرص تدريب للطلاب هما لسه في مرحلة جمالة يتدربوا في مصانع في شركات يعني هو توظيف وتدريب في نفس الوقت لا يعني هو هنا التدريب هجيله مركز تدريب إنما أنا عايز أقول مركز التوظيف يأخذ الطالب أو من ضمن أدواره الطالب هو في كل الهندسة أو في كل الستدارة بيوجد له فرص تدريب في الصيف أو في أجلس نص سنة بحيث يكتسب خبرات عملية الجزء الثاني هو بيشوف احتياجات السوق إيه يعني بشركات مثلا قد يكون الـ IT أو شركات المحاسبة بيعرف من بالتواصل مع الشركات الكبيرة المصرية والأجنبية يقولهم والله إنتوا يعني شايفين الخريج من تعجمات أنشامس هل ينقصوا كورس معين فيقولوا أوه والله ينقصوا الكورس الفلان يبقى إحنا ناخد فيدباك نقول والله إحنا لازم ندرس الكورس ده عشان الخريج بتاعنا يبقى ما فيش حاجة نقصها نمرة ثلاثة بنأمل يعني بتلبوا احتياجات سوق العمل يعني في علاقة تبادلية كويس إحنا محتاجين إيه وسوق العمل محتاجين وسوق العمل محتاجين تواصل رايح جاي بحيث يطلع المنتج يفيد المجتمع وبالتالي يجد فرص عمل أفضل للشباب طب ده هيخلينا يا دكتور بردو نتكلم في نقطة البعوث للخارج ونصيب بقى طلبة جامعة عين شمس من هذه البعوث وخصوصا طلبات الطلبة في مجالات الماجستير والدكتوراه أنا هرد على سؤال حضرتك بس فكرين عايز أتكلم على حاجات خاصة عن التدريب التدريب والحاجات اللي بنعملها للبحثين لمساعدتهم وتحفزهم على المزارة في البحث بالزبط هنجعلها تاني بس هجاوب سؤال حضرتك الأول اللي هو الخاص بالبعثات بالبعثات البعثات طبعا شيء مهم جدا البعثات تاخد شكل الحصول على درجة علمية ماجستير أو دكتوراه إنما فيه أيضا وديه بتبقى ممكن تمتد لسنوات سنتين وثلاثة إنما فيه أيضا بعثات بهدف التدريب في بلاد بره قد يكون ما بين شهر لغاية سنة كاملة كلهم فيه تخصصهم فيه دولة في الشرق أو في الغرب كلها للدراسات العليا ولا فيه للطلبة فيه كمان للطلبة فيه كمان للطلبة عندنا مشروع يعني فيه برامج مثلا أنا بكلم حقيقة في تكار كلية التجارة مثلا شعبة الإنجليزية فيه اتفاقية مع جامعة شيكاجو بالتعاون برضو أرجع تاني مجتمع المدني بيمول إن الأوائل فيه سنة تالتة فيه كلية التجارة قسم إنجليزي يسافروا جامعة شيكاجو وديه من أحسن جامعة العالم في مجال الاقتصاد والتجارة يروحوا يمضوا سنة على حساب على حساب المجتمع المدني ده للطلبة المتميزين غير الباحثين وطلبة الدراسات العالية بالنسبة للطلبة العالية والبحثين بيتسمون تحركي إما للحصول على الدرجة أو للتدريب في تخصصاتهم في الخارج بتمويل من الحكومة المصرية وبعضها منح من الدول المناحة تبع اتفاقيات معاناة دكتور أيما برضو يمكن الجزئية بتاعت التدريب اللي حضرتك عايز تتكلم عنها دي مهمة قوي لأن مشكلة عندنا في مصر إن عدد خريجي المؤهلات العالية كتير جدا وتخصصات متنوعة ومختلفة لكن تخصصاتهم ومهاراتهم ما بعد التخرج لا تتناسب مع احتياجات سوء العمل فأنا عايزة أعرف جمعة عين شمس بتقدم إيه لأبنائها الخريجين من الكليات المختلفة علشان يخرج يلاقي وظيفة ويقدر يبني مستقبله وده يعني حق كل شاب وكل مواطن يعني طبعا الجزء الخاص بالتدريب ده بيشترك فيه أكتر من حاجة لما مركز التدريب بالذات معني بالقاتي كمثال يعني هو هيبقى باحس هيبقى مدرس مساعد هيبقى مدرس فمن ضمن ما يعطى هو مثلا التدريب أو كورسات فيه كيف تكتب كيف تكتب مشروع باحسي من الأول خالص كيف تكتب مقالة علمية تقدر تنشرها في دوريات عالمية وفيه جزء تاني اللي هو نسميه soft skills أو المهارات سواء في التواصل كمان فيه عندنا كحاجة داعمة للبحثين إنه لو كلمة الباحثين بالذات فيه مجال عشان يقدر ينشر ويبقى ممكن ظهور الأبحاث العلمية في الدورات العالمية ففيه عاملين كخدمة للبحثين هي حاجة اسمه مكتب للتدقيق اللغوي يعني أنا كتبت بحث بس أنا قد أكون مش متأكد اللغة دي هتسمح لي المستوى دا يتنشر على مين ولا فبياخدوا منه البحث يعملون له تدقيق اللغوي بحيث يبقى مستوى أعلى يبقى احتمال لهم يتنشر أكبر فيه مكتب للتدقيق الإحصائي بحيث برضو أنا عام بلت بحث عايزة أتأكد هل البحث دا من ناحية إحصائية مستوى عالي احتمالات قبوله تبقى أكتر فدي من ضمن الحاجات اللي هي تساعد وتدعمه في أنه هو يقدر يلاقي بحث ينشر دوليا ما فيش تسويق يا دكتور أيمان لهذه الأبحاث المتميزة يعني تسويق لها وتعريف المجتمع المدني بيها بيكون ازاي أو المجتمع الدولي بحيث أنه هو ينشر برضو الاختراعات المصرية دوليا ويبقى ليها برضو قاعدة علمية وبحثية على مستوى العالم وإحنا عندنا علماء متميزين وأبناء متميزين جدا تسويق بيتم ازاي؟ طيب هو حريك فاندم هو يعني كلمة التسويق تعني أكتر لما يكون فيه فكرة يكون مكلمة مركز ابتكار وتم احتضانها وحتوصل تنمو وتنضج وقربت تبقى شركة كمان فدي دور مركز ابتكار والإبداع هو دوره من ضمن أدواره لو حاجة محتاجة برات اختراع هو بياخد بيقد الباحث أو صاحب الفكرة أنه يسجلها لو هي حاجة تحت بند مصنفات زي يعني كلمصنفات يتمتد صوفتوير قد تكون مقالة كتاب برضو بياخد بييده في المضاد وكذلك إحنا عملنا برضو من ديرنا تسويق في شركات مع مثلا جمعية رجال عمال المصريين هم شركاء معنا جزء من الحاجة اللي هم يعرفوا إحنا إيه الأفكار وإيه الحاجات اللي هي نضجت جدا وممكن تتئم تسويق فهو التسويق بيكون المنطري مركز يتقرب داع والتسويق من خلال شركات مع مجتمع مدني مثل جمعية رجال عمال المصريين طيب دكتور أيمن يمكن وإحنا بنتكلم كمان عن التسويق إحنا بنتكلم كمان عن التسويق للطلبة والطالبات خريجي الجامعة ويمكن في الفترات الأخيرة شفنا إن في شركات كتير جدا بتطرح وظائف وده بيكون من خلال الجامعة فهل ده متبع وهل فيه بروتوكولات تعاون بين جامعتين شمس وجامعات أخرى خارج مصر بعيدا عن الوظائف في مجال الدراسة زي ما ذكرنا كده جامعة شيكاغو في مجال اللي جابة أيها فنم هو جامعة إن شمس فيها قرابة الميت التفاقية وبرتوكول مع جهات أجنبية شرقا وغربا أيضا في مختلف التخصصات دي بتسمح بالناس يعني ناس يسافر من عندنا وناس يجي يعني فيه عندنا أسات زائرين بيجوا من دول أجنبية يوحاضروا ويشيركوا في الامتحانات هنا وفيه طلبة بيسافروا أو دراسة أوليا يسافروا ياخدوا درجة أو يتدربوا إنما كمان فيه حاجة تانية إن فيه بقى فيه برامج مشتركة يعني فيه بقى فيه حاجات درجة تمنح من جامعة إن شمس والجامعة الأجنبية بالضبط ودي حاجة رق جدا مش بسهولة جدا إن جامعة في ألمانيا أو إنجلترا تقول أنا هحط إسمي مع جامعة إن شمس في الدرجة الفنية كلام ده موجود في كلية لندسة موجود فيه كلية الألسن موجود في كلية الأداب كلية التربية فده من ضمن الشراكات اللي بيننا وبين المجتمع الأجنبي الأستاذ الدكتور أيمن صالح أستاذ القلب بطب عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث كل الشكر والتقدير لسيادتك وكل عام وسيادتك بخير ساعدنا جدا بلقاء سيادتك الليلة من خلال برنامجنا المصروية ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح ولجامعة عين شمس العريقة كل التوفيق والنجاح أشكركم جدا أشكر حضرتك على إعطاء الفرصة أن أنا أتشارك مع الجمهور للقناة في التعريف بحاجات مهمة جدا تهم مخطاع كبير من الناس من أول عمر يمكن 15 سنة لغاية عمر 40 سنة فشكر لحباتكم ربنامجنا مؤيد سعيد كل سوم طيبين أفهم سيهل شكرا